ولكن الآن أذهب إلى عمان مع مراسلنا من هناك ليث الجبور أهلا بك ليث عمان التي كانت أجواؤها مساحة ومدى لعبور الصواريخ الإيرانية علقت الطيران فيها كيف يبدو الوضع هناك دعيني أشير في البداية رولا بأن خمسة محافظات كما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية كانت قد شهدت ظهور عدد كبير من الصواريخ الإيرانية وكان قد رصد الأردنيون كذلك عدد كبير من الصواريخ الإيرانية في سماء العاصمة تحديدا محافظة البلقاء وكذلك الكرك إضافة إلى مادبة والزرقاء ونحن نتحدث عن محافظات من الجنوب الوسط وكذلك كانت بعض مواقع التواصل الشميع الأردنية قد نشرت صورا ورصدت صورا لسقوط أو لمرور صواريخ الإيرانية في سماء بعض المحافظات الشمالية إذن نتحدث أن الصواريخ الإيرانية كانت قد عبرت ثلاثة مناطق الأقليم الثلاثة في المملكة الأقليم الشمال، الأقليم الوسط، الأقليم الجنوب الداخلية الأردنية قالت أنها سقطت الشضايا في هذه المحافظات الخمسة وكانت نتيجة هذا السقوط إصابتان لمواطنين أردنيين كما قال البيان الداخلية الأردنية أن الإصابتين طفيفتين الجيش الأردني قال في ثلاث بيانات، البيان الأول أهاب بالأردنيين عدم الخروج من المنازل عدم الاقتراب من الشرفات أو أسطوح المنازل، أهاب بهم البقاء في منازلهم البيان الثاني كان قد أكد أنه تم إعادة تموضع وإعادة انتشار القوات المسلحة الأردنية في العديد من المدن المحافظات وخاصة على المناطق الحدودية لتجنب أي التطور في هذه الليلة تحديدا البيان الثالث كان قد تحدث أنه تم إعادة فتح المجال الجوي الأردني من جديد بعد إغلاقه لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات والحديث بأنه ما زال حتى الآن تطالب القوات المسلحة الأردنية من الأردنيين البقاء في منازلهم وإذا كان هناك أي شظايا لصواريخ سقطت وكانت لربما الكثير من الصور والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية تظهر أن العديد من الصواريخ سقطت بل شظايا هذه الصواريخ سقطت داخل المدن السكانية بمعنى أنها مناطق مكتظة بالسكان ومكتظة بالأردنيين الإبلاغ عنها وكانت قد أعلنت مديرية الأمن العام عن خط ساخن للإبلاغ عن هذه الصواريخ وعلى هذه الشظايا وعدم التعامل معها وحتى عدم الاقتراب منها حتى وصول فرق الهندسة التابعة للجيش الأردني لذلك اليوم نتحدث عن عشرات الصواريخ التي رصدت في سماء المملكة الداخلية الأردنية قالت أنها إصابتان لربما هناك أيضا بعض المواقع الإخبارية المحلية التي قالت بأن بعض هذه الشظايا وقعت على أسطح أحد المنازل ما سبب حريقا بعضها أغلق جانبا من الطريق وكذلك بعضها تسبب في أضرار مادية لكن الداخلية الأردنية تقول بأنها تتابع عن كثب وتؤكد بأنه يجب الابتعاد عن هذه الأجسام الطائرة وعدم الاقتراب منها والإبلاغ عنها بشكل مباشر اليوم كذلك كانت الداخلية الأردنية قد أكدت بأن ما حدث سيكون هناك تفاصيل لاحقا تتحدث عن هذه الشظايا التي سقطت وإن كانت فعلا هذا من خلال الدفاعات الجوية الأردنية وكان الجيش الأردني قد أعلن أنه لن يسمح باختراق سمائه وهذا كان من خلال بيانات سابقة وأيضا على اللسان الخارجية الأردنية التي تأكدت أن المملكة لن تقبل بأن تكون ساحة للمعارك بمعنى أنها لن تقبل أن تكون ساحة لوجود سواء صواريخ تابعة لإيران أو حتى لأي جهة أخرى لكن ما حدث كان مغايرا لذلك سماء المملكة خمس محافظة تحديدا ولربما أبرزها العاصمة كانت قد شهدت بشكل واضح مرور هذه الصواريخ الإيرانية رولا شكرا لك من عمال مرسل عربي ليث الجبور